مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ومعنا فقرة خاصة عن حديث الساعة حديث الساعة هو متحور اوميكرون اللي موجود معنا ويعني يبدو كده انه هو هيفضل مشرفنا شوية حلوين في الفترة القادمة مش علشان خطورته لكن علشان هو فيروس سريع الانتشار بنتكلم على متحور اوميكرون هو متحور يعني هياخذ مننا مساحة من الاهتمام خلال الفترة اللي جاية علشان نخلي بالنا وما نتعرضش لقصبته ايه هي الاجراءات الوقائية يمكن ده اللي دفع وزارة الصحة في انها تكثف من حملاتها التوعيوية لتجنب خطر الاصابة بيه وده برضو بيخلينا النهاردة نسأل ايه طرق الوقاية اللي نتبعها هل لو انا واخد الجرعة او الجرعة حتى التالتة المعززة الخاصة بلقاح كورونا هتحميني من الاصابة من فيروس كورونا او من متحور اوميكرو او غيرها من المتحورات اللي بتظهر من وقت لتاني ده اللي احنا هنعرفه من خلال ضفنا اللي مشرفنا فيها الستوديو الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة صباح الخير يا دكتور صباح الفل صباح الخير يا بصر صباح الخير يا دكتور ازاك رحينا على فيدي سؤال غريب جدا وقوى جدا وصعب جدا يتجاوب عليه ربنا خليك هو اصلا رحينا على فين فيها مدرس علمية شوية يعني في مدرسة حتقولك ايه ان احنا رحينا ان شاء الله الموجات حتنكسر وبدأت اوميكرون بالمناسبة بالنون انت بتدلعه فرنساوي هو ظهر في جنوب افريقيا فبنون اوميكرون بالن الرسمي اذا الفاريانت الجديد زي ما تحتفضلت وزي ما كل العالم كله عارف دلوقتي اكثر انتشارا ب20 ضعف 30 ضعف فيها بحث كتير جدا بتختلف واقل الحمد لله في قدرته على حداث الوفيات اقل الحمد لله بدرجة كبيرة على ان المريض بتاعه يدخل العدالة المركزة فدي حاجة كويسة ففي مدرسة علمية تقولك الفيروسات حتنكسر شوية او القوة بتاعتها الحد الفيريونانس بتاعها مش قدرتها على حداث الاصابة لا قدرتها على العدوى بتزيد جايز انما قدرتها على حداث اصابة عنيفة حتقل شوية دي احد المدرسة العلمية فلو مشينا ورا المدرسة العلمية دي هنقول انه تقريبا خلال نص 23 اخر 23 اقدر اقول ان ان شاء الله كوفيد حينتهي كوباء مش كمرض كوباء يمكن بقى يتحول لحاجة في مدعة بعض الدول الاوروبية تتعامل معها بدأت تشيل البي سي ار بدأت تشيل التطعيمات بدأت تقلل لفترة الايزوليشن من 10 تيام ل5 تيام دور كبيرة جدا زي امريكا زي اسمانيا زي فرنسا زي بريطانيا بارح ففي مبشرات ومؤشرات ولكن ولكن علشان المؤشرات دي تمشي حط 30 خط تحت ولكن المواطنين لازم نلتزم الحكومة لازم نزود التوايا الصحية انا اتنصدت وانت بتقول فيها حملات وكمان نزود الحملات التوايا الصحية وكمان نزود ونازم نخليها حملات صحية تيلورد مفصلة مش عامة يعني نعرف مثلا محافظة القاهرة او محافظة الشرقية النسبة اللي فيها اقل هل هنا اقل في لبس الكمامة ولا لا انا ممشيش من غير كمامة او اتنين زي ما انتم شايفين كلكم عارفين والله اما انا كنت لابسة النايتي فايف السيدي سي في امريكا بدأ يقول البس مش العدية دي البس النايتي فايف علشان نكسر الموجة ونحقق ان احنا ننتصر على كوفيد ان شاء الله في نص السنة الجاية واخرها لازم نلتزم يا حمل انا نتكلم عن ارقام او اعداد مهولة في امريكا احنا نتكلم عن مليون حالة في اليوم ده زادت زادت بدأت تصل في بعض البلاد الاوروبية الى اكتر يوم من منذ بداية الجائحة طبعا عندنا في مصر المرح 1190 او 1200 حالة تقريبا زي اعلى حاجة في الموجة التالتة او هقل قليلا وده زي ما قلت حضرتك ده بسبب انتشار الفايروس ده او المتحور ده بشكل اكبر من كوفيد نفسه في الاول انا عايز اقول يعني قد تكون حاجة مختلفة طبعا قدرة الفايروس على الانتشارت دي سابتة دلوقتي علميا يمكن توصل زي ما بنقول 20-30 من 20-30 ضعف وده رقم مخيف جدا 20-30 ضعف يعني الاول كنا بنقول الحالة الوحدة في دلتا ولا الفا ولا بيتا بتاع دي مثلا 3-4 او 2-3 دهاردة انا عايز اقول لك حاجة خطيرة جدا الحالة الوحدة قد تعدي 10 او 15 لسه ما فيش ابحص على المية دقيقة تقول لكن قدرته على 24 ضعف ده اكتر كتير اذا العملية مخيفة لو ما خداش بالنا مخيفة لو ما نبسناش الكمامة مخيفة لو مش عملنا تباعد مخيفة لو ما عملاش تعزيز الصحة وده من اهم الحاجات انه بالذات في الشتاء لازم نلبس ملابس مراسمة كويس عشان نحمي الجسم وتزود مناعته لازم نبتنع على التدخين تماما مش احنا احنا ان شاء الله غالبيتنا هنكون بنشتغل في الاعلام فعارفين مدار التدخين لكن نمنح حد يدخن في وجودنا وخاصة اطفال الصغيرين لازم نأكل الغذاء المتوازن وخاصة الطبق الصحي دي يا جماعة وغسل اليد من اهم الحاجات دي حتى يعني احنا رجعنا تاني يا دكتور لنقطة الصفر رجعنا تاني للبداية لا انا انا اقول انا 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 اسف على مقاطعة حضرتك لكن انا اقصد هنا او اعني تحديدا بنقطة الصفر بفكرة اللي هي الاجراءات البداية منذ بداية ظهور وباق واجهة كوننا نتكلم في فكرة الكمامة نتكلم في فكرة المصفحة انا اقول لك على حاجة السلام حضرتك بتشوف الناس بتسلم ازاي اول امانح والله ومصدق مش هزار اول امانح كنت في ندوة ندوة الدفع بتاعتنا فلازم ايه طبعا باننا سنة ما تقابلناش كتبت له مع الجروب لا للتقبيل لا للسلام زعلوا مني والله ما سلمت على حد بيتعمل كده كده فبقى كأن انا او انا شخص غريب او شخص غريب وده مش صحيح اللي عايز اقوله حضرتك احنا مش رجعنا لنقطة الصفر انا من اول يوم لو شفته اول لقاء لي في التلفزيون وكان مع القناة الفضائية حتلاقه هو هو دلوقتي هو هو نفس اللقاء حولكم لا للتقبيل لا للكسج لا للازدحام هو مش عشان ده اجراءات مصيطة ولا بدائية ده ده اجراءات فعالة مية في المية يعني الكبابة والتباعد اكثر فعالية من التطيير طيب دكتور انا دلوقتي حد قاعد في البيت تعبين حسس باعراض ايه الاعراض الاول ما تظهر عليه يقول ده اوميكرون او ده كوفيد ومن غير ما يقولوا عندنا برد يعني من غير ما يرى انا انا طلعت استحميت وطلعت في الهوى فاخدت لطشة برد دي مش كورونا دا دي وردة لأ خلينا ما هو عشان برضو لا نسقل على الاطباء والنظام الصحي اللي انا حقيقي بقدم له الشكر جدا انا عندي اصدقاء والله ما بروحوا البيت عندي واحد يعني للأسف بنسمع كلام يقولك ده بياخد مش عارف 500 و12 في الليلة ده رايح يموت يعني الممرضة اللي بتقعد في بيت واحد ترعاه بالكورونا ده رايح هتموت يا فندم انت مش عايز بتتكلم في بتاخد مية ولا خمسين ولا الف واحدة رايحة بتقدم طواعية مجهودها عشان تحمي الناس ده لازم نقدم لها الشكر اي امكان اللي بتاخده الطبيب اللي بيروح لوحد في بيته يعالجه ده لازم نقدم له الشكر ونرفع لكم بعض ايما يقوله اللي لو جات لحد يعرف انه دي يروح يعمل بيته صاعمة جدا انتي مردو بذكرة قوي يا موسي اندي هالك لانه الاعراض انا عامل جدول علمي يعني مزعب انه هو تقريبا لانه جايب خمس امراض هتلاقي كوفيد انفلوانزة زكام حساسية لو هتتكلمي علميا يصعب جدا جدا التفريق منهم ده علميا يصعب جدا لدرجة اقولك استحالة عشان كده انا مبسوط من البيانة الصحة اللي بتقولك اي اعراض خد بالك بس واعزن نفسك مش تاخد بالك وتروح المستشفى لانه فعلا احنا دلوقتي في الفترة بتاعت الحساسية يعني وفترة البن ونزلية البن والانفلوانزة فمش ما اقوله كل واحد عنده الاعراض دي حيروح حنعمل ازدحام على المستشفى وقد يكتسب بناعه نفوق الفرص على الناس اللي هي الاولى بالرعاية انما هقوله اي بقى تعامل معها كأنها برض يعني تعامل مع اي حاجة من دول كأنه كوفيد وبالتالي حضرتك تعزل نفسك تعزل نفسك تماما عن العيلة تاخد بالك من تطهير القوضة من تطهير الطايلت كل الكلام اللي بكنا بنقوله وحيظل وحيستمر ومش بس ضد الكوفيد ده حاجة جميلة بالمناسبة الاجراض دي جماعة موجهة ضد جميع ابراض الجهاز التنفسي يعني لن تكل ولا نبل من احنا نقولها ومش هتم قبوضة وراحت لان احنا بنقولها من زمان بس ما كانتش واحدة الاهمية دي دكتور عبداللطيف عزلت نفسي يعني حسيت بالاعراض سواء كانت برد سواء كانت اعراض كوفيد وعزلت نفسك طبعا خد لي بالك حضرتك خد لي بالك من درجة الحرارة وخد لي بالك من التنفس اللي هو الساتوريشن الجهاز بالوسمة بمتجني او بتنجني في الصيدليات كلها يعني مش عاد حاجة صعبة ولا انك تقد مالك من الاكسروجي ساتوريشن عندك مجرد هتخط الجهاز في صبعك هتقول الله ده من فوق الخمسة وتسعين ستة وتسعين يبا مش مستهل روح المستشفى لو نزل طب هكلم طبيب لو تمانية وتسعين يبا حاجة هيلة والحمد الله تمام وتقيس در كتر حرارة دول من اهم الاعراض اللي تخوفك هروح تاني بعد الاعراض وطلعت اعراض مش هنصنفها دلوقتي بس ايه البروتوكول اللي انا اخضى عليه لان احنا شفنا كلام كتير اوي في قصة البروتوكول ده حبايز غيره وحبايا كبيرة وشفنا يعني الناس كتير اتعرضت ده من انواع الاحتيال بسبب البروتوكول الكلام اللي بقوله ده بيزعها للاطباء جامد وهم في وسط المعركة يا جماعة ما يصحش نكسر جيش في وسط معركته الاطباء دول هم الجيش الامر متوعنا دلوقتي انا يمكن متكلم وانا قاعد معاكم في الفضائيات ومتكلم على مكتبي مش مبارس المهنة اولا عن جسد انما الناس اللي قاعدة راح تموت في المستشفى دي مش لازم اقولها زي ما انت بتقول حبا بيضا وحبا سودا نا احنا بنتكلم على واقع انا بنتكلم ايه البروتوكول اللي انا اخبر اشانا اكون عندي حالة من حالات الاطمالة التاني المناسبة مهما كان مثقف بيفضل انا انا مش اساس في الكلية وراهي بروح للصيدالي واقول له اكتم لي على العلبة وانا عارف افرد خط الحباية بالليل خدتها بالنهار خدتها وانا سايق يعني اصد اقول ايه حباية صغيرة وحاجة جميلة جدا المبرضة اللي قالت للراجل خد حباية اصغيرة دي انا بشكرها البروتوكول كل الاطباء معروفه انا عمري ما انسى ولا حضراتكو تنسوا تصريح مع علي وزيرة الصحة السابقة وهي بتقول كل الاطباء بتعالج كوفيد في كل العالم بالمناسبة لانه لا نستطيع النهاردة يحد يجي مريض كوفيد وقول له نروح لأبراد الصدرية مفيش عدد أبراد الصدرية كافي فاي دولة في العالم ولا اقتصر على الأبراد الصدرية ولا اقتصر على يفدي بالبروتوكول الواضح والصحة والدياب منتهى الوضوح وفي الادوية اللي بيمشوا عليها طبقا للحالة الكلينيك صحيح والبروتوكول مش ثابت في جميع الدول بالمناسبة احنا حدنا حتى البروتوكول بتاعنا في مصر في بعض الحاجات ما بتتخدش برا وفي الخارج ممكن بعض الحاجات ما بتتخدش عندنا لان كل دولة لها خصائصة لكن عايز اقول البروتوكول ده حاجة بسيطة جدا مش حاجة صعبة ما بتتخدش مثلا ان هي الدكتور ده ما تزمش في ايه البروتوكول فيه لو عنده كذا حياخد كذا طب افرض عنده اي عرض تاني يعني ونفرض ان مريض كورونا مثلا عنده كورونا حياخد البروتوكول بتاع وزانة الصحة طب مريض كورونا ده تصادف ان هو عنده الاتهاب كمدي حياخد معا حاجة تاني حياخد السوفالك بتاع الاتهاب الكمدي فانا ما بقدرش اقول بتكلم على الحالة كي اقول البروتوكول بيقول الا ما شوف العيان عنده ايه يعني عيان كوفيد وعنده سرطان طب انا اديته البروتوكول بتاع الكنسر بتاع الكوفيد مدلوش عايز مرضي السرطان علاج ضده اسيبه اموته عشان ما هو مش مكتوب في البروتوكول طبعا لا يفدم ده اللي يقول كده ان ده انسان قاصر لانه لازم اديله البروتوكول بتاع كوفيد وديله العلاج بتاع الاتهاب الكامدي وديله العلاج بتاع السرطان والعلاج بتاع الحصبة ده المريض بنعمله اول كلمة بنعلمها للاطباء بتوعنا انك بتتعامل مع المريض مش مع المرض دي كلمة خطيرة جدا وبسيطة لكن صعبة جدا في التطبيق انت حضرتك بتتعامل مع سين سين ده قد يكون عنده عشر ابراد حيختلف ومن ضمنهم كوفيد بسيطة فقط اي واحد في الستين سنة عنده سمع ثمان تسع ابراد حيختلف السين ده عن صاد طيب ده عنده كوفيد وده عنده كوفيد بس ده عنده سمع ثمان ابراد تاني غير كوفيد حيضطر ياخد بروتوكول بتاع سبع اعراض الان ادب اللي بيشوف العملية من بره حيقول ان ده خطأ طبي يعني التشخيص هنا بيبقى وفقا لكل حالة على حدة وفي النهاية هنقول حاجة واحدة بس اللي احنا في حرب بيولوجية الحرب دي بتستدعي يعني وحدة الصف لازم كلنا نقف على قلب رجل واحد على شخص خاطر نقدر نجابه هذا الفيروس انا فعلا بشكرك انا فعلا بشكرك واحنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا يا جماعة انتم ايديكم نقدر ننهي كوفيد كوفيد دلوقتي بدأ يزيد في مصر وصلنا بعد ما كنا بنقول الموجة الرابعة هتنكسر دلوقتي مش بتنكسر الموجة الرابعة بتزيد دلوقتي ارجوكو خلوا بالكو من التباعد ارجوكو خدوا بالكو من التطبيقات لسه احنا في الرابعة خوفا من نغلق الاغلاق ده خطير جدا يعني بعض المؤشرات يقولك هنوقف المدارس نعمل خطيرة جدا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا الاغلاق خطير على البلد التباعات بتاعته اخطر من كوفيد وبالتالي يعني ساعدوا الدولة ان الدولان بتاع العمل يمشي ساعدوا الدولة ان احنا ننتصر على كوفيد ان شاء الله دكتور عبداللطيف المر كل مر سيمر وان شاء الله هنعدي وننتصر من هذه يعني الجائحة وموجه التحية تالي للطباء احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا الدكتور عبداللطيف المر استاذ الطب الوقائي والصحة العامة شكرا لوجودك معنا يا فهم شكرا لسوك الحضرتك واكيد لقصنا الابيض